محاولة اختيال خطيرة تمت فجر هذا اليوم ضد رئيس الوزراء العراقية السيد مصطفى الكاظمي وهناك تفاصيل كثيرة ومثيرة حول ما جرى من هذه العملية هذه العملية هي تمت بطائرتين مسيرة مستهدفة السيد مصطفى الكاظمي ومنزل الشخصي اللي هو ساكن به طبعا وهذه الطائرات المسيرة هي أصلا انطلقت من هذه النقطة تقريبا من هذا الاتجاه الذي يمثل جسر الجمهورية هذا هو جسر الجمهورية وهذا هو نهر دجلة وطائرات تقريبا انطلقت بهذا الاتجاه مستهدفة هذه النقطة تقريبا منزل السيد مصطفى الكاظمي بهذا الاتجاه قطعت هذه الطائرات ما يقارب الكيلومتر إلى كيلومتر ونصف تقريبا وهذه طبعا مسافة بسيطة جدا بالنسبة لطائرات المسيرة هنا نتحدث نحن عن المنطقة الخضراء هذه كل عبارة عن منطقة الخضراء بكل تأكيد ولكن هذه الطائرات المسيرة أخذت فترة إلى أن قامت بهذا الاستهداف أخذت ما يقارب الثلاثة دقائق أو حتى أكثر من ثلاثة دقائق وهي تحوم وتنتظر السيد مصطفى الكاظمي كون أن سيد مصطفى الكاظمي وهذه المشكلة كانت بالنسبة لهم أنه لم يكن موجودا في منزله هو كان بمعلومات حصرية نشرتها سيئا الأمريكية أكدت فيها بأن السيد مصطفى الكاظمي هو كان موجودا في البوابة الجنوبية البوابة الجنوبية لمنطقة الخضراء هنا تعني الجسر المعلق هذا هو الجسر المعلق الذي ترونه هنا هو كان مع القوات الأمنية بهذا الاتجاه تقريبا كون أن هناك تظاهرات وأطراف منزعجة من طبيعة النتائج التي جرت في هذه الانتخابات ووصلوا تقريبا إلى هذه النقطة وصار سياج ومغلق هو الجسر المعلق بكل تأكيد ولا يستطيعون المتظاهرين من الوصول لكن هي نقطة تماس موجودة بين القوات الأمنية وبين المعتصمين هناك وبالتالي السيد مصطفى الكاظمي كان موجودا هنا وهم أصلا كانوا دين تظروا وهذا طبعا لي ثبتته السي أن أن وشوف شنو اللي قالت السي أن أن على هذا الأساس الكاظمي كان عائدا من الإشراف على القوات الأمنية في مواجهة مع محتجين عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء وأثناء دخوله لتوه منزله استهدفت أو استهدفت طائرة مسيرة مفخخة ذلك الموقع وهذا طبعا عملية الهجوم اللي صارت من هذه الطائرات المسيرة أن هذه الطائرات هي لم تكن طائرات مفخخة لا أبدا بل هي كانت طائرات مسيرة قاصفة كل طائرة من هذه الطائرات تمتلك قاذفة أي بما معنى بأنهم عندهم كانت كل واحدة مقذوفة وواحدة من القاذفات طبعا سقطت هي على منزل السيد مصطفى الكاظمي بمجرد قدومه وعودته إلى منزله بهذا الشكل المباشر طائرات المسيرة كانت بانتظاره على نهر دجلة طبعا بمجرد ما وصل توجهت هذه الطائراتين المسيرة واحدة من القاذفات ضربت في باب منزله تماما عند المدخل وهو كان متوجها مع حماياته وظهرت بهذا الشكل عملية الانفجار وهذه هي القاذفة التي نتحدث عنها الأولى التي طبعا ضربت الموقع بشكل دقيق جدا وعصفت بالباب كما نرى هنا ودخلت الباب بهذا يعني الباب انكسرت تماما وأصبح هناك أضرارا في داخل المنزل لكثير من الصور التي نشرت وطلع عليها الكثيرون ولكن القاذفة الثانية هي لم تنفجر وهي كانت على سطح منزل السيد مصطفى الكاظمي وهي ظهرت بهذا الشكل ونشرت طبعا بكل تأكيد لهذا المقذوف من الطائرة المسيرة الذي لم ينفجر فكان الهدف أنه نضرب وحده بالباب ونضرب وحده في سطح منزل السيد مصطفى الكاظمي وهذا طبعا المقذوف إذا نريد نلقي نظرة على طبيعة الانفجار اللي ممكن يسويه والعصف اللي ممكن يسويه والضرر اللي كان ممكن أن يسويه القوات الأمنية أخذت هذا المقذوف الذي لم ينفجر على نهر دجدة بهذا الشكل وانفجر لاحظنا انفجار كاملة ممكن أن يتسبب فعلا بمشكلة بهذه النقطة وطبعا هذه القاذفات التي نتحدث عنها هي تعيدنا إلى منظر صار في شهر 7-2021 تقريبا في يوم 4-7-2021 تم هجوم من قبل الميليشيات الموالية لإيران على السفارة الأمريكية والسفارة الأمريكية تمكنت تماما من عملية استياد الطائرات المسيرة بكل نجاح وبكل دقة وفي وقتها استخدموا منظومة اسمها منظومة الدي درون وليست منظومة السيرام المعروفة لدينا تقنيا منظومة الدي درون هي تعمل بهذا الشكل تخترق الطائرة المسيرة وتستطيع من السيطرة عليها بهذا الشكل وتضبطها وتنزلها وبالتالي الأطراف المهاجمة لا تستطيع من عملية السيطرة على هذه الطائرة المسيرة بعد الآن وبالتالي المثير أنه لو عدنا إلى شهر 7-2021 بالطريقة اللي ضبطوها السفارة الأمريكية سنلاحظ لو ركزنا على هذه القذيفة وعدنا إلى ذاك الهجوم سنلاحظ أن هذه القذيفة يتشبهها تماما هي نفس القاذفة التي استخدمت ضد السفارة الأمريكية استخدمت ضد السيد مصطفى الكاظمي وطبيعة هذه الطائرة التي نتحدث عنها الحاملة لهذه القذيفة هي طبعا تعتبر طائرة مسيرة صغيرة سريعة اسمها كوات كوبتر وهذه طبعا الطائرات المسيرة يستخدمها الفصائل الأموالية لإيران بشكل مستمر ضد السفارة الأمريكية وكما نلاحظ هنا نفس القاذفة تماما التي استخدمت على السيد مصطفى الكاظمي والتي طبعا توضح بأننا أمام نفس الطرف الذي استهدف السفارة الأمريكية هو نفسه الذي استهدف منزل السيد مصطفى الكاظمي بشكل واضح تماما وهذه كانت هي اللقطات لطبيعة الطائرات المسيرة التي استهدفت السفارة الأمريكية المرشحة تماما بأنها هي التي قامت بذلك الآن السؤال من قاوم هذه الطائرات المسيرة وهل سقطت هذه الطائرات المسيرة بأي شكل من الأشكال هذه الطائرتين عند وجودها وعند قدومها مباشرة طبعا إلى بيت السيد مصطفى الكاظمي بهذا الاتجاه تقريبا كانت هناك مقاومة بشكل مباشر من حماية السيد مصطفى الكاظمي على هذه الطائرات حاولوا قدر الأمكان أن يسقطوها ولكن المشكلة أن هذه الطائرات كانت تطير على مستوى منخفض للغاية منخفض إلى درجة أجبر حمايات السيد مصطفى الكاظمي أنه بعد مدى تقدر تضرب هذه الطائرات المسيرة لأنه ضربات والإطلاقات ممكن أن تذهب على الجهة الثانية وممكن أن تضرب الناس بشكل مباشر وتروح خسائر بين المدنيين وهذا طبعا طريقة وتكتيك واضح جدا من الأطراف المهاجمة أنه يريدون يجبرون الحماية للسيد مصطفى الكاظمي أن ما يحققون النجاح وهذا فعلا إني صار لم تسقط ولا طائرة مسيرة قامت بضرب القذيفتين كل طائرة ضربت قذيفتها وحدا انفجرت وحدا منفجرت وبعدها انسحبت الطائرات المسيرة باتجاه نهر دجلة بهذا الاتجاه تقريبا إلى الإقريعات وخرجت عن الرادار ولم يعرف أحدا من أين أتت هذه الطائرات أو على الأقل أين ذهبت هذه الطائرات بل أنه عرف أنها انطلقت طبعا من جسر الجمهورية بكل تأكيد السؤال الأكبر الآن الذي يطرح ما الذي حدث وما الذي حل بمنظومة السيرام الأمريكية العظيمة التي تستهدف كل الصواريخ الكاتيوشة والطائرات المسيرة لماذا لم تعمل؟ الآن السفارة الأمريكية تقريبا هي موجودة بهذه النقطة المسافة التي نتحدث عنها تصل إلى أكثر من كيلومترين على منزل وصولا إلى منزل السيد مصطفى الكاظمي وبالتالي هذه مسافة تعتبر بعيدة قد لا تعتبر بعيدة بالحسابات عندما تكون منظومة السيرام في البحار على سبيل المثال ولكن هذه تعتبر مسافة بعيدة وهي مسافة ليست بالقريبة عادة الضربات تكون بالنسبة لمدى السيرام لكي نفهم مدى السيرام يكون فعالا من نصف كيلومتر إلى كيلومتر وطبعا هذا هو المدى الفعالي التي تقدر هي تضرب بنسبة ما يقارب 70% بالنسبة لمنظومة السيرام معناتها عندها نسبة 30% أنها تخطئ ونحن نتحدث ليس عن مسافة كيلومترين أو أكثر من كيلومترين لنحكي على نصف كيلومتر تقريبا وبالتالي حتى لو منظومة السيرام عملت بشكل أو بآخر لن تحقق أي شيء ولكنها لم تمنع لأن هذه مسافة بعيدة ليس كما يدعي الآخرون والنقطة الأساسية الأخرى المهمة أن منظومة السيرام هي موجودة في السفارة الأمريكية لحماية السفارة الأمريكية ولحماية المباني التي حولها وليس لحماية رئيس الوزراء العراقية السيد مصطفى الكاظمي فلذلك أي تبرير بأي شكل من الأشكال بهذا المستوى هو لن يحقق الكثير بالنسبة لتبرير ما حصل بكل تأكيد وهذه طبعا القضية التي نراها الآن السؤال الأهم ما الذي جرى من جرح في هذه العملية طبعا التقارير كلها تتحدث عن عملية وقوع جرحة بالنسبة لحماية السيد مصطفى الكاظمي من 2 إلى 4 إلى 7 القارديون تتحدث عن 7 جرحة في حماية السيد مصطفى الكاظمي ولكن الأخطر من هذا أن السيد مصطفى الكاظمي نفسه هو جرحة في هذه العملية أنباء بين جرح وبين لم يجرح ولكن هو فعلا جرح وأصيب بإصابة طفيفة كانت واضحة هذه الإصابة من لقاءه مع رئيس الجمهورية برهم صالح إذا ما لحظنا إيده الشمال واضح جدا بأن هناك إصابة وإذا ما اقتربنا قليلا فعلا بأن السيد مصطفى الكاظمي أصيب بهذا الهجوم بشكل واضح للغاية المشكلة بالنسبة للسيد مصطفى الكاظمي الآن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف بها لا أبدا بل إن كان هناك أصلا استهداف قبل هذا الاستهداف قبل أسبوع يعني دعونا الآن نذهب إلى طبيعة ما حدث مؤخرا والذي لم يعلن عنه شيئا ولم يكن هناك بيانا واضحا على طبيعة اللي صار من هذا الموضوع كانت هناك ثلاثة صواريخ كاتيوشة أطلقت من البيع هذه هي البيع التي ترونها الصواريخ كانت موجهة مباشرة وتستهدف مبنى المخابرات هو كان موجودا في مبنى المخابرات آنذاك استخدموا هذه الكاتيوشة طبعا من على مسافة أربع كيلومتر إلى مبنى المخابرات الكاتيوشة تقدر تضرب على مسافة ثمانية كيلومتر فواضح المسافة المختارية هي من أجل إصابة الهدف من أجل اختيال السيد مصطفى الكاظمي في محاولة خطيرة جدا والصواريخ سقطت يعني على شارع الزيتون على سبيل المثال على شارع الأميرات سقطت وكذلك بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر بالقرب من شارع النقابات وبالتالي واضح بأن الصواريخ هي كانت فوق مبنى المخابرات تعدت مبنى المخابرات ولم يتم اختيال السيد مصطفى الكاظمي وبالتالي نحن أمام محاولات اختيال مستمرة ومحاولات مستمرة لتحقيق شيء ألا وهو اختيال السيد مصطفى الكاظمي ولكن هي باءت بالفشل وهناك تعاطف دولي كبير مع السيد مصطفى الكاظمي بعد هذه العملية بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة